تفاصيل التفاصيل نعم بعد ذلك اليوم صباحا اليوم صباحا أصبح لعب قندوسي لعب الأهل المصري أرسلتم الاستغناء معناها خرج من نادي وفاق السيف أصبح أصبح لنادي أهل المصري تمام البطاقة الدولية أرسلت إلى الأهل أهل التفاصيل البطاقة الدولية أرسلت من طرفيكم إلى الأهل خلاص تحولت من اتحادية الجزائي إلى اتحادية المصر إلى الأهل ممتاز هل عرض بيرامدز أو الزمالك كان أعلى من عرض الأهل المقابل للنادي نفسه أم كان متساون لا 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 الزمالك الشيشوف نهضره بصراحة ويعني بكل وضوح كان يروق فينا الاستمصار أنا ما نتكلم عنه منصور السمصار السوري كان هو ليتكلم ما يتكلم رئيس الزمالك منصور هل كان السمصار يملك تفويداً رسمياً من الزمالك لا هو يقول عندي التفويد هو يقول عندي التفويد هو يقول عندي التفويد إحنا ما شفنا التفويد هو يقول عندي التفويد هو يقول عندي التفويد من عند إدارة الزمالك إحنا ما شفنا التفويد من المفروض الرئيس منصور يتكلم مع رئيس النادي كما البارح أتكلم الأستاذ خاطيب على عشرة صباحة مع رئيس نادي ويفاق الصيف وتكلموا على قدوسي وبعد الأمضاء زي تكلموا خاطيب وكلموا سرار وانتهت بيروح رياضية وبيروح أخوية وبأشقة أخوية وكابتن خاطيب يعني يوم جاء سرار إلى النادي الأهلي ثم استقبل استقبال حار فحبين احنا ما نرجعش على كلمتنا لأن احنا لو مدينا كلمة للأهلي لو مدونا 2 مليون 3 مليون 4 مليون في اللاعب ما نقدرون نرجع على الكلمة تعنا للأهلي المصري ممتاز ماذا عن عرض بيرامد سيد إبراهيم والله تشوف نفس الشيء أقل من الأهلي أقل أقل لكنه كان عرضا رسميا كان عرضا رسميا بماناجر يعني في السمسار يعني بالتفويت شفتوا التفويت بنفسكم ده الفرق بين عرض بيرامدز وعرض الزمالك زمالك شوف الزمالك 15 اليوم وهو اللي يتكلم يتكلم إلا السمسار يتكلم إلا السمسار هو دي يتكلم وهذا السمسار هو اللي حول اللاعب عمورة إلى اسطنبول هو اللي حول اللاعب هذا نفس اللي عمورة إلى اسطنبول هذا هو السمسار تمام آه يعني تعاملتم معه سابقا هذا السمسار ما تعاملناش معه احنا ما تعاملناش معه كنادي تعامل معه اللاعب الده هو اللي تعطفويت نعم احنا ما تعاملناش معه نعم عموماً أنا بشكرك وببارك لك مرة تانية وبحييكم على الهدوء وعلى الزؤ وعلى النقطة اللي أنتو بتتكلموا بيها بوضوح ولكن بعض التقارير تحدثت عن أنه ربما هناك تصعيد رسمي قد يحدث فيما يخص تصريحات رئيس نادي الزمالك مساء الأمس في أعقاب انضمام قندوسي إلى الأهلي فهل هناك شكوى كما ذكرت التقارير إلى الفيفا؟ والله يا أستاذي شوف إحنا مصر يعني فيها مسجد الأظهر وفيها أنبياء خرجوا مثلما هذا إحنا نترفعوا عليه والأخ منصور بلق قال على غضب الوحد فما يديرش من هذا الكلام وإحنا ما نروحوا للفيفا ولا هذا لو نروحوا للفيفا يعني راح تكون عدوة بيننا وبين المصريين والمصريين أخونا أخواننا وإحنا إخوانهم وهذا شعب الجزائر وشعب جزائر شعب واحد إحنا نترفعوا على هذا الكلام وإحنا ما نروحوا للفيفا ولا أي حاجة نقول للأخ منصور رجع علي عقلك فالصفقة أخذها الأهلي هو أخذها الصديق وأخذها فريق مصري يعني إن شاء الله تكون عندك فرص أخرى وتاخد لعبين إن شاء الله وتكون إن شاء الله كما يقولك في الكرة المصرية من الأول إن شاء الله نتمنى للتوفيق والنجاح نتمنى للتوفيق والنجاح للكرة الجهلة المصرية والجزائرية إن شاء الله مشهوم في أعلى المراتب إن شاء الله يا رب أنتوا أحسن ناس ولهجتكم ولغتكم الجميلة الهادئة دي بتؤكد على عمق العلاقات ما بين المصريين والجزائريين وما بين الدولتين بشكل عام عبر تاريخ وتاريخ وعبر مستقبل بإذن الله دغموم جاء إلى مصر عبر بوابة وفاق سطيف الآن قندوسي هل نرى لاعبا ثالثا ترشحه للكرة المصرية فيه لاعب ثالث هيمشي لمصر من وفاق سطيف من وفاق سطيف هيمشي للنادي هيمشي للنادي من أنديات المصر إن شاء الله خليها تتكمل إن شاء الله ونكلمك إن شاء الله في هذه النافذة الشتوية في هذه الشتوية بعد بعد نخلصه العودة العودة والأمور رأيتمشي يعني يخلصوا بطولة الجزائر وبعدها يسافر على طول حتى الاتفاقية كانت موجودة وموجودة إن شاء الله تمام مركزه إيه في أي مركز يلعب وسط ميدان يلعب وسط ميدان بالتوفيق بإذن الله ونتمنى لكم النجاح والتوفيق أستاذ إبراهيم وسلامنا لكل المنظومة الكروية في نادي وفاق سطيف وللجمهور الجزائري بكل تأكيد على هذه المكالمة أشكرك شكرا جزيلا